السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حصة جديدة من سلسلة التحدي الامتياز تعد البروتينات جزيئات حيوية مهمة في العضوية يتم تركيبها وفق آليات دقيقة ومنظمة إلا أن بعض المواد مثل مادة البابسيفانتيا تؤثر على عملية تركيب البروتين فما هو مستوى تأثير هذه المادة بدقة وكيف يمكن أن تستعمل كعلاج لبعض المشاكل الصحية كل هذه الأسئلة وأخرى سنجيب عليها في هذا الموضوع الذي سنعالج من خلاله منهجية التمرين الثالث في البكالوريا تمرين المسعى العلمي أولاً قبل ما نبدأ في الموضوع لازم تعرفوا بأن الفكرة التمانية الفكرة ما زالما أتحدش في البكالوريا فكرة مليحة تطلب شوية تركيز مخطط لعمل تاناكي موال في نخدمه أول خطوة في حال تمانية استخراج مشكلة علمي استخراج مشكلة علمي كون من السياق في بداية التمانية قد نعرفوا ما هو الهدف على الموضوع بعد ذلك قبل ما ننقل الإجابة النهائية إلى ورقة الإجابة كأن تلت خطوات رئيسية نفكوا الوتائق نخرجوا المعلومات على الوتائق ثم نقوم بصياغة إجابة أولية على حسب مخطط يكون صحيح ومنظم للإجابة وفي الآخر ننقلها إلى ورقة الإجابة لأن هذه الخطوات في ثلاثة يكونوا على مستوين المسودتات وفي الآخر الإجابة النهائية تكون في ورقة الإجابة صح نبدأ أولا بقراءة السياق على الموضوع لنحاول نفهموا ما هو الهدف من التمرين ما قال لي في السياق الموضوع قال لي تعدل بروتينات جزيئات أساسية في حياة الخالية يتم تركيبها وفق آليات تتدخل فيها عدة عناصر هذه الجملة الشهيرة يبدأ بها أغلب ثمارين بروتينات لكن كي يقول لك لكن تولىها مليح لأنه هنا سيبدأ الحالة الغير طبيعية يتعلق بالمشكلة يمكن لبعض المواد مثل أن تؤثر على عملية تركيب البروتين هنا الجملة اللولة أن تؤثر على عملية تركيب البروتين التأثير هذا يقدر يكون إيجابي يقدر يكون سلبي يقدر يكون محفز لعملية تركيب البروتين كما يقدر يكون مطبط مهم عندي تأثير مما يفتح آفاقا لاستخدامها كعلاج لبعض المشاكل الصحية شفنا بأنه كان بزاق مواد تؤثر على عملية تركيب البروتين وتستعمل كعلاج مثل المضادات الحيوية مثل المواد التي تطبط تكاثل الخلايا السرطانية ما هو تأثير هذه المادة وكيف يمكن وكيف يمكن أن تستخدم كعلاج هذا هو المشكل العلمي ولو أنه غير مطرق وإنما ضمن التلميذ يقرأ السياع يفهموا ما هو الهدف الموضوع الهدف الموضوع يتكلم على آلية تأثير مادة الباب سي بانتين وكيف يمكن أن تستخدم كعلاج لبعض المشاكل الصحية ننتقلوا بدون إطالة إلى الجزء الأول الجزء الأول أعطى لي سياق لأنه كان سياق عام في الموضوع سياق الجزء الذي يتعلق بالظروف التجريبية التي أعطى لك الوثيقة هذه أولا لفهم تأثير مادة الضابسي بانتيان هذا الهدف هو معرفة تأثير مادة الضابسي بانتيان هل يتكلم على العلاج لا يتكلم على العلاج يتكلم على آلية تأثير هذه المادة توضع كمية متساوية من البكتيريا هذه الشروط التجريبية الأعطاء هذه توضع كمية متساوية من البكتيريا في وسط زرع زوج يحتوي على نفس المكونات طيلة مدة التجربة حيث يضاف للوسط رقم 2 مادة الضابسي بانتيان الوسط الأول في غياب المادة هذه والوسط الثاني في وجود هذه المادة ثم تقاس كمية البروتينات المصنعة نتائج تجريبية حول كمية البروتينات في الوسط تقني على عامل من العوامل كاللي تعتمد على هجرة البروتينات وفق شحنتها كاللي تعتمد على هجرة البروتينات وفق وزنها الجزائي وفق الكمية التاحة وفق عدة معايير المهم هذه التقنية تقنية خاصة نحن لا نخذ في تفاصيل عملية هذه بواسط التقنية خاصة لمدة مال خمس أيام لكن القياس كان من اليوم الأول إلى غاية اليوم الخامس النتائج محصل عليها في الوثيقة واحد أعطى لي تعليم وحدة وثيقة واحدة تعليم واحدة اقترح فرضية لتأثير المادة على عملية تركيب البروتين باستغلال وثيقة واحد أول خطوة نبدأ بتفكيك المعطيات تالوثيقة واستخراج المعلومة لاحظوا جيدة أخواتنا هنا عندي في اليوم الأول القياسات لكمية البروتينات المصنعة كان في غياب وفي وجود المادة في غياب وفي وجود المادة كذلك في اليوم الثالث في غياب وفي وجود المادة كذلك في اليوم الخامس هناك تلاحظوا مليح الوثيقة أعطالك ملاحظة قال كثافة اللون الأسود تعبر عن كمية البروتينات هذه الأشريطة التي نرى فيها تبقى معي مليح هذه الأشريطة التي تلاحظوا فيها هنا هي أشريطة تعبر عن هجرة البروتينات في الوسط هذا هذا الوسط الأول وهدف الوسط الثاني في وجود مادة نحظ لكين الشريطة والكثافة تحق كثافة عالية تعبر عن وجد كمية معتبرة في اليوم الأول وفي اليوم الثالث وكذلك في اليوم الخامس تقريبا بنفس الكثافة هنا عندي مصنعة بكمية كبيرة هناك مصنعة بكمية كبيرة هناك ومن صنعة بكمية كبيرة هذا في غياب مادة الفابسي فانتيان ذو كيف نقوم بوصف كمية البروتينات من خلال كثافة كثافة معتبرة عندها كمية معتبرة ذو في غياب مادة الفابسي فانتيان عندي كثافة معتبرة إذن كمية معتبرة كمية معتبرة صح أما في وجود الفابسي فانتيان في وجود الفابسي فانتيان راني نشوف بأنه في اليوم الأول من إضافة الفابسي فانتيان وفي اليوم الخامس تقريبا كمية البروتينات هنا يرى هي شبه منعادمة لأن الأشريطة هذه لا كثافة لها لا وجود أصلا الأشريطة ولو أنه يتبان بأشريطة رافعة جدا سوف ينقارنوها معا في غياب مادة الضاب سيفانتيا تقريبا شبه منعادمة ولو في وجود سيفانتيا كمية البروتينات كمية منعادمة تقريبا ولكن ما هي المعلومة التي نستخلصها من المقارنة في اليوم الأول كنقارن الأشريطة في غياب وفي وجود سيفانتيا في غياب سيفانتيا أشريطة تتكثفة عالية معا تكمية البروتينات راهي كبيرة في وجودها تقريبا منعادمة وتستمر نفس العملية في اليوم الثالث وفي اليوم الخامس ذو كبير مرور الزمن مادة سيفانتيا راهي تطبط عملية تركيب البروتينات إذا المعلومة نستخرجوها أن الفاب سيفانتيا تطبط عملية تركيب البروتينات عندما عندها البكتيريا لأنه في كل وسط من الوسطين هذا وكين البكتيريا وكين كل العناصر لازمة لتكاثر ونمو البكتيريا وحدود عملية تركيب البروتينات برك الفرق الأساسي والشرط الأساسي المختلف وشنه هو غياب المادة ووجود المادة الآن كين نستنتجنا هذه المعلومة ونخرج هذه المعلومة من خلال عملية مقارنة لددها الفرضية كيف شح تكون؟ رح تكون إما هذه المادة تطبط عملية استنساة أو تطبط عملية ترجمة أو تطبط عملية تنشيط أحماض الأمينية وما نقدش ندخل في التفاصيل لأنه نحن متعودين أنه كين نقولوا عملية استنساة نقولوا بأن المادة تؤثر على عمل أنزيم لايرام بوليميران كين نقولوا الترجمة نقولوا على العناصر الحيوية في عملية ترجمة كما الريبوزومات كين نقولوا التنشيط رحوا نتكلموا على أنزيم تنشيط أحماض الأمينية فكرة هذا الموضوع لا تستهدف تماما العناصر الحيوية على بها نقول لكم دائما تحاولوا في الموضوع قبل أن تشاهدوا الحال لأنه كنت تحاولوا فيه تروحوا الجزء الثاني وتشوفوا الفكرة التمنين وتفقوا بأن الفكرة هذه لا لديها علاقة بالعناصر المتدخلة في حدوث عملية استنساة وحدوث عملية الترجمة وحدوث عملية التنشيط كين فكرة جديدة الفرضية تتوقف فقط على مستوى مراحل عملية تركيب البروتيم هنا في ورقة الإجابة بينما نديروا استغلال الوثيقة واحد قبل اقتراح الفرضية ثم اقتراح الفرضية استغلال الوثيقة واحد نعطوه تعريف للوثيقة قلوا بأن الوثيقة تمثل نتائج قياس كمية البروتينات بتقنية خاصة بلما ندخله فيه مبدأ عمل هذه التقنية في وساطين زرع يحتويان على البكتيريا في وجود وفي غياب مادة الفابسيفانتيا ثم بعد نبدأ في غياب الفابسيفانتيا تكون كمية البروتينات المصنعة معتبرة بمرور الزمن في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث مهم تدير عملية تحليل مقارن في غياب السيفانتيا هذه الشرور التجريبية النتائج تكون كمية البروتينات المصنعة معتبرة بدون تكلم على الأشريطة هذه بأنه في الملاحظة قال كتافة التسجيل وكتافة اللون تعبر عن الكمية فكما احنا ما نقولوش المنحنة متزايد نقولو تزايد كمية المادة نفس الشيء ما نقولوش بأنه الأشريطة راهي ذات كتافة عالية نقولو البروتينات المصنعة راهي بكمية معتبرة بينما في وجود الفابسيفانتيا تكون تقريبا شبهة منعادمة ومن هنا استنتج أن هذه المادة وش تدير خوتنا تثبت عملية تركيب بروتين عند مادة البكتيريا فرضيات الفرضية الأولى تثبت عملية استنساء تثبت عملية ترجمة تنشيط أحماض آمينية كننتاقلو الجزء الثاني راح نشوفو علاه بدقة خيرنا هاد الفرضيات ومقدرناش نزيدو فيها أي مقدرناش نديروها فرضيات تفسيرية الوحدة الثانية العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته ولكن ما تسموها أنتوما البنية الفراغية الوحدة هذي كان بزاف ليهملوها على أساس أنه فيها معلومات قليلة ومطيش بزاف في الباكت اسمها مليح خيال عدري أولا الوحدة هذي هي اللي تربط العلاقة بين الوحدة الأولى تركيب البروتين والوحدات المتبقية ثلاثة ربعة وخمسة ليشوفوا فيهم وظائف البروتين يعني إذا ما فهمتاش مليح ما تقدش تفهم مليح الوحدات المتبقية ثانيا هي صح ما تقدش تمرين مستقلة 1 في الباك ولكن دائما مرتبطة مع التمرين بعدها مع أنزيمات مع المناعة مع الإتصال العصابي اذا كان هذا البروتين عبرها عن أنزيم رح يكون خليل في النشاط أنزيمي وإذا كان يدخل في الإتصال العصابي رح نمش يمع مرض من الأمراض العصابية معناها خوتي متهملوش الوحدة هذه ومتهملو حتى تفصيل فيها الدورة الوحدة هذه خصصنا لها خمس حصص كاملة بمعدل ساعتين في كل حصة نشوفوا فيها كل حاجة تتعلق بالوحدة الثانية بداية بالحصة الأولى أهم أفكار التمارين أهم أفكار الموجودة في الوحدة هذه ونشوفوا كذلك ما هو السلوك الأحماض الأمينية وما هي المستوية البنائية البروتين ابتداء من الحصة الثانية نبدأ نحل في تمارين الاستدلال العلمي والمسعى العلمي وكذلك كل النصوص العلمية المتعلقة بهذه الوحدة وحتى لي رأوا هنا قسم المنهجية وما يعرفش حل التمارين وجدنا لكم مفاجأة بزاف شابة كل واحد يسجل في هذه الدورة عنده الدورة المنهجية مسجلة ومجانية فيها تقريبا خمس حصص تفهم المنهجية من A لل Z معناها تولي تقدر تحل التمارين معنا هكا بش تلاحقوا الزملاء تاكم وتكونوا في نفس المستوى عندكم أسبوع واحد للتسجيل هكا بش ننطلقوا على البكري ومنضيعوش الوقت صح ننتقل إلى الجزء الثاني تبع معايا مليح الجزء الثاني أطالك مجموعة من المعطيات على شكلين الشكل ألف والشكل با للتأكد من صحة إحدى الفراضيات السابقة نقوم بدراسة المعطيات الثانية الشكل ألف عبارة عن جدول فيه شروط وفيه نتائج تجريبية الشكل با يوضح رسم تخطيطي يعبر عن آلية تأثير هذه المادة على المستوى الجزئي إذا نبدأ مع الشكل ألف نحاول نفكر المعطيات الوثيقة على الشكل ألف ونستخرجوا المعلومات الشكل ألف عبارة عن تجارب فيها أربع تجارب كل تجربة فيها شروط ونتائج تجريبية النتائج تجريبية سيحول تركيب البروتين أو عدم تركيب البروتين في الوسط الأول تبع معي مليح أي للميساجي زائد مستلزمات عملية الترجمة حدث تركيب البروتين طبيعي لأنه عناصر الترجمة يتم خلال مرحلة الترجمة إدماج الأحماض الأمينية وبتالي تركيب البروتين هذه التجربة الشاهدة في التجربة الثانية عند إضافة نفس محتوى الوسط الأول معناها نفس المستلزمات عملية الترجمة زائد مادة الباب سيفانتيا النتجة وش كانت عدم تركيب البروتين هنا صراح تركيب البروتين وهنا عدم تركيب البروتين إذن عندي مقارنة هنا ولا ما عنديش عندي مقارنة تحليل مقارنة في استغلال الوثيقة نذكر التجربة الأولى التجربة الشاهدة نقوله في وجود الشروط التجريبية نلاحظ النتائج التجريبية بينما نروح للوسط الثاني في وجوده نعود نتكول الشروط التجريبية نلاحظ النتائج التجريبية ومن بعد ذلك تكمل تمدلوا المقارنة تمدلوا الاستنتاج عفوا من مقارنة واحد مع اثنين كي نقارنوا واحد مع اثنين ماذا نستنتج أن مادة الباب سيفانتيا هاي لك معلومة الأولى لكن لازم ندير الاستنتاجات الجزئية وفي الأخير نجمع الاستنتاجات بش كن عندي نتيجة عامة للوثيقة مادة الباب سيفانتيا تطبت ماذا عملية تطبت عملية تركيب البروتين او تطبت ماذا الاستنتاج يكون انها تطبت عملية الترجمة مما يوقف تركيب البروتين عند البكتيريا سوف نروحوا الى الوسط ثلاثة عند نزع المادة هذه من الوسط النتيجة ماذا كانت؟ استمرار عدم تركيب البروتين نحن نمال فيه كن نديروا تأثير كن نديروا مادة معينة تأثيرتها سيكون عاكوس وماذا معناها عاكوس؟ كن نضيفها تأثر كن نحوها يزول تأثير هذا ماذا معناها تأثير عاكوس؟ هنا المادة كي ضفناها أثرت وقفة عملية الترجمة وماذا كن نزعناها التأثير بقى غير عاكوس المادة هذه تأثيرها بقية مستمر على عملية الترجمة استمر توقف عملية تركيب البروتين إذن من مقارنة اثنين مع ثلاثة عندي مألومة أن الباب سيفانتيام تأثيرها لا يزول بزوال المادة هذه تأثيرها غير عاكوس على عملية الترجمة لحد الآن أنا بنيت أفكار وشنو هي؟ أن المادة هذه رهي تطبط عملية الترجمة في عملية الترجمة يقدروا يكونوا يضافوننا عملية تنشيط أحمد آمينية مع عملية الترجمة ذو يتكلم على كل مستلزمات الترجمة بما فيها عناصر تنشيط أحمد آمينية التأثير يكون عاكوس إذا كان المادة تؤثر على أنزيم مثلا أو عضية كما الريبوزون عند إضافة مادة توقف عمل الريبوزون بعد نزع المادة هذه يستمر عمل الريبوزون عند إضافة مادة تؤثر على أنزيم تنشيط أحمد آمينية كي نحو المادة هذي يستأنف الأنزيم عملاه دون تستمر العملية بصحة هنا مادة مرود تأثيرتها غير عاكوس معناها ما يشتأثر على مركب حياوي ما يشتأثر على أنزيم ولا لعضيات أثر على حاجة أخرى تبعني مليح إضافة في الوسط الرابع عند إضافة الميتيونين آيرنتي وشو الميتيونين آيرنتي الميتيونين آيرنتي هو معقد ناتج عن تنشيط الميتيونين عندي ميتيونين زائد آيرنتي خاص به شكونوا آيرنتي الخاص به هو الـ UAC لأنه مضاد رامزة تعب مضاد الرامزة لرامزة الميتيونين اللي هي الأأو جي لا علينا المهم تنشيط الميتيونين يتطلب وجود الميتيونين زائد آيرنتي زائد أنزيم نوعي زائد أنزيم نوعي زائد آتيبي العملية وشها تكون معقد معقد آيرنتي آيرنتي ميتيونين عند إضافة هذا المعقد إلى الوسط الثنين اللي كانت حابسة فيه عملية الترجمة لمتوقفتش فيه عملية الترجمة عند إضافته اللي كانت عفواً متوقفة فيه عملية الترجمة عند إضافته استمرت ولا عودة ولت عملية تركيب الفروتيني إلى الحالة الطبيعية معناها من مقارنة ثلاثة مع ثنين ماذا نستنتج؟ ماذا نستنتج هنا؟ ثلاثة مع ثنين نستنتج أن مادة الضابسة كانت تستهدف تستهدف ولا تؤثر على المعقد المعقد آيرنتي ميتيونين واحد يقول لي يا شيخ مدام راهي أثر على المعقد ميتيونين آيرنتي معناها عند إضافة المعقد هذا الناتج من تنشيط أحمد آمينية استمرت عمي الترجمة معناها في الأصل هذه المادة كانت أثر على أنزيم تنشيط نقول لي لا لا أخويا العزيز كانت أثر على أنزيم التنشيط كانت أثر على أنزيم التنشيط حتى كانت أثر على عملية تنشيط الميتيونين على أنزيم التنشيط مثلا هنا على كنزعناها من الوسط لم تحدث عملية الترجمة المفروض أنه يزعوها للوسط الأنزيم يعاودي ولي كما كان لا نستطيع أن نقول هنا من التجربة الرابعة بأن هذه المادة ستأثر على أنزيم التنشيط ستستهدف المعقد ستأثر على المعقد هذا هل الآن تستطيع أن تأثر على الأنزيم أو تستطيع أن تأثر على المعقد بعد تركيبه هذه نشوفها في الوثيقة لبعدها الوثيقة هذه النتائج نستطيع أن نخرجها من جمع المقارنات هذه أو الاستنتاجات الجزئية أن مادة الباب سيفانتيان تطبط عملية كون الترجمة من خلال استهدافها للمعقد آيرانتي ميتيونين هذا المعقد يتشكل أثناء عملية التنشيط الميتيونين هو ضروري لعملية الترجمة وكذا كان مثلا أثرت على الأنزيم لا يتم تشكيل المعقد هذا وهذا أمر مستبعد لأنه كان جاء تأثير الأنزيم يكون تأثير عاكوس ينضيفها يتوقف عمل الأنزيم وكذا نحوها يعود أن يرجع الأنزيم يخدم كما كان صح هنا كان مشكل في الوسط الثلاثة عدم تركيب البروتين رغم نزع المادة هذه كان احتمال آخر أنه بعد ما يتشكل هذا المعقد آيرانتي ميتيوني يتم تخريبه يتخرب هذا المعقد آيرانتي ميتيوني المادة لا تؤثر على التنشيط التنشيط يحدث بصريقة طبيعية وإنما المعقد هذا آيرانتي ميتيوني يتخرب يتخرب هل يحدث؟ هل تحدث عملية الترجمة؟ لا تصرع عملية الترجمة لأن المعقد هذا ضروري لانطلاق عملية الترجمة المهم خوتنا من المقارنة الأولى والثانية والثالثة ثم لا يجب أن تخدمه هكا تستغل الوثيقة تدير تحليل مقارن وتخرج الاستنتاجات الجزئية ثم تكتب وكأنه تدير في تركيب عدة أشكال بالحقيقة ما هي عدة أشكال وهي عدة تجارب التركيب بين هذه التجارب يعطيني هذا الاستنتاج أن مادة الضابس إفانتيان تطبط عملية الترجمة من خلال استهدافها أو تأثيرها على المعقد تفاصيل العملية نشوفها في الجزء اللي بعدوله في الوثيقة أو في الشكل با من الوثيقة تنين لاحظوا جيدا وش قالي الشكل با من الوثيقة تنين رسم تخطيتي يوضح آلية تأثير الضابس إفانتيان على المستوى الجزئي معناها على الجزئيات بدقة يبانوا وشن هو التأثير تاحها هذا هو المعقد ايرنتي ميتيونين ايرنتي ميتيونين ولا يكون يوم أي ميتيونين مرتبطة في موقع تثبيت żebyọn الميتيونين على الارنتي ب weakest�로 بربطة أستيرية رابطة قوية على مستوى النهاية 3 فتح من الارنتي بس عند الر googорт في النهاية 3 فتحة وفي النهاية 5 فتحة في الارمر Neisser والان بان اتجاه الميتيونين في الاراتي من 5 فتحة إلى 3 فتحة هذه هي إلى النهايات ava يكونوا في الاررو الميتيوني ايرنتي و عند الايرنتي و الايرنتي ليس في نهاية الربوزومي خمسة فتحة و ثلاثة فتحة خمسة فتحة يكون فيه فوسفات هكذا كيما هذا اللي يدارو هنا و ثلاثة فتحة يكون فيه OH مرات يديروهم مرات ما يديروهم صح تبع معي عندك الموقع تثبيت الميتيونين هاو هنا وعندك موقع الرامزة المضادرة هنا داكور هنا هنا رمض كاتبين C A U هو لا لا موجه C A U القراءة تاعه هي U A C لأنه A U G A U G A U G كي نقرأه من خمسة فتحة إلى ثلاثة فتحة كيكون اتجاه القراءة هكذا من خمسة فتحة إلى ثلاثة فتحة الـ IRNT كون العكس تاعه من ثلاثة فتحة إلى خمسة فتحة لا علينا المهم الرامزة الميتيونين هي A U G أي معكوسة في هذا الاتجاه مضاد الرامزة هو U A C هذي من الكليوتيدات ثلاثة هما محل تأثير مادة شوفوا قبل إضافة وفي وجودها ماذا حدث؟ حدث انشطار انشطر الـ IRNT إلى الـ فكرة جديدة ما كنا نشوفوا بأن المواد تؤثر على النواتج العملية لا كنا المواد تؤثر على عناصر حيوية تشرف على مراحل تركيب البروتين كما أنزيم عنصر حيوي هو اللي يقوم بالاستنساء كما الـ بوزر عنصر حيوي هو المسؤول عن ترجمة لغة النوية إلى لغة بروتينية كما أنزيم التنشيط هو عنصر حيوي مسؤول عن تركيب هذا المعقد ولكن المشكلة أن مادة باب سيفانتيا سيتأثر على المعقد الناتج من العملية وليس على الأنزيم في حد ذاته تؤدي إلى انشطاره إلى نصفين يتقسم على زوج يقول الجزء هذا عنده نهاية 5 فتحة أو 3 فتحة والجزء هذا يبدأ بخمسة فتحة ويخلص بثلاثة فتحة خمسة فتحة يبدأ فيها فوسفات هنا لا يوجد إضافة فوسفات جديدة هذه خمسة فتحة يكون فيها الفوسفات أصلاً كتقرأوا الأحماض النووية أول درس بدنا به المكتسبات القبلية وراء موجود في قناة اليوتيوب كتشوفوا المكتسبات القبلية وتقرأوا الأحماض النووية تعرفوا ما هي مكونات الحمض النووي وتعرفوا النهاية أو النكليوتيدة الموجودة في الطرف 5 فتحة يكون عندها فوسفات حر والنكليوتيدة الموجودة في النهاية 3 فتحة يكون عندها O.S حر لا عليها. هنا الإنشيطان راه بين شكون وشكون راه بين بين تبقى عمل ايه؟ بين بين النكليوتيدة A والنكليوتيدة C ما قبل الآخرة بين A والC يتم كسر الرابطة الموجودة بين A والC هنا مما يؤدي الانشيطار المركب إلى نصفين فهمت؟ المعلومة هذه أن مادة تخرب البنية الجزائية للمعقد تبقى عملية تبقى عملية ترجمة تبقى عملية ترجمة لا تدخل المعقدة في عملية ترجمة تبقى ما يمليح يأتي الـ خمسة فتحة ثلاثة فتحة يخرج من النواة إلى الهيولة حاملاً معه نسخة من المعلومة الوراثية تبقى عملية ترجمة تبدأ برامزة البداية A-U-G أول شيء تصبح ماذا؟ ارتباط تحت وحدة الصغراء للريبوزوم ثاني شيء تصبح ماذا؟ تنشيط المعقد أو تنشيط المثيونين الأول أول حمد آميني تركيب هذا المعقد U-A-C تركيب ماذا؟ هذا المعقد يتركبون هذا المعقد يأتي الحكمة هنا ضروري أن تحصل على عملية ترجمة بدون هذا المعقد لا تحتوي على عملية ترجمة خطوة تنشيط أحماض الأمينية هي خطوة ضرورية في عملية الترجمة لكل الأحماض الأمينية قبل إدماجها يأتي الـ يأتي الـ وبعد ذلك يأتي تحت وحدة الكبرى وتشكل ما يسمى معقد الإنطلاق كيف تؤثر هذه المادة إذن Vopsi 21 كيف يؤثر Vopsi 21 Vopsi 21 يؤدي إلى تخريب المعقد هذا تفكيكه إلى جزئين تخريب بنيته الفراغية كيف يخرب المعقد هذا؟ هل يتشكل معقد الانطلاق؟ لا يتشكل معقد الانطلاق إذا لم تشكيش معاقد الانطلاق ما يقدرش يجي الرابطة اللي بعده ما تقدرش تشكي الرابطة اللي يبتديها إذن تتوقف عملية الترجمة ويتوقف بذلك تركيب البروتين نقدر نربط الأفكار مع بعضها في الجزء الأول تبعني مليع في الشكل هذا في المقارنة اللي قدرتها بين التجربة الأولى والتجربة الثانية فهمت بأن المادة هذه تأثر على عملية الترجمة صعي لي أنه تأثر على مستلزمات عملية الترجمة بسعى ما عرفتش بيدي قوي ومن بعد عند إضافة أو في الوسط ثلاثة عند نزع البابسي فانتيامين الوسط 2 لم يحدد تركيب البروتين لماذا؟ لأنه إذا كان تخرب المعقد IRNT ميتيونين إذا كان تخرب هذا المعقد إذا كان تخرب هذا المعقد حتى وتنحي المادة هذه لا يحدد تركيب معاقدة جديدة ومعاقدة لها موجودة يتخرب في الوسط اللي موجودة في الوسط لها تخرب صعي كلاس ينتهى عمل المعقد IRNT ميتيونين حتى ونحوها المعقد هذا رهو مخرب نحو ما يقلش يعاود يتلم مع بعضها بسعو كان جاء تأثير على أنزيم تنشيط أحمد آمينية ولا على الريبوزوم ولا على أي عنصر حيوي كي تضيف المادة هذه يتوقف العمل تاعه كي تنحي المادة هذه وشي صرا يستمر عمله هنا كيتخرب IRNT ميتيونين المعقد هذا لا يمكن إعادة تركيبه لذلك قلنا بأن تأثيرها رهو غير عاكوس إذا كانت تأثيرها على مركب يكون غير عاكوس أما إذا كانت تأثيرها على مادة حيوية أنزيم عضية يكون عاكوس في ثلاثة وربعات أكدنا من ذلك عند إضافة ماذا الميتيونين IRNT إذا المعلومة التي خرجناها هنا هي معلومة دقيقة ومعلومة صحيحة مادة الفابسيفانتيان تطبط عملية ترجمة من خلال استهدافها للمعقد وليس لتنشيط الحمض الآميني وليس لأنزيم التنشيط تستهدف هذا المعقد كيف تستهدفه من خلال هذا الشكل عرفنا بأنها تخربه ونبدأ نقوم بربط المعلومات مع بعضها ونصادق على صحة أي فرضية فرضية رقمتين لتقول بأن المادة هذه رهي تطبط عملية ترجمة وليس الاستنساخ وليس تنشيط أحماض آمينية نبزة تلاميذ غير شفوا المعقد IRNT راحوا طاحوا على راسهم مباشرة وقالوا بأن المادة هذه ستغطر على تنشيط أحماض آمينية خطأ إذن وش نديره في الإجابة عندي مخاطط إجابة تاعي في استغلال وثيقة 2 نستغل الشكل آلف بالتحليل المقارن كما تفهمنا مقبل زائد نتيجة المادة هذه تطبط عملية ترجمة من خلال استهداف المعقد IRNT نروح إلى الشكل الباقي أقوم بوصف تحليلي نوصف بأن المادة هذه راه تفكك أو تؤدي إلى انشيطار المعقد إلى نصفين بعد تفكيك الرابط بين الآ والسي النقطة النتيجة وشنه هي مادة الضابس إفانتية تخريب المعقد IRNT متيونين كينا حاجة لازم نضيفها نعلم أن هذيك نكن نشرحها لكم هنا شرحت لكم ما علاقة المعقد هذا بعملية الترجمة علاقته بعملية الترجمة أن المعقد IRNT متيونين ضروري لتشكيل معقد الانطلاق اللازم لبدء عملية الترجمة ومنه يجي الربط الربط وشنه هو أن المادة هذه تطبيت تركيب البروتين وذلك بمنع تشكيل معقد الانطلاق في عملية الترجمة عن طريق تخريب بنية المعقد IRNT متيونين بذلك بذلك ماذا يحدث تمنع 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 تكاتر البكتيريا وهذا ما يؤكد ماذا صحة فرضية رقم 2 إذن في مخطط الإجابة عندك استغلال شكل ألف بالتحليل المقارن نديروا نتائج جزئية نديروا الاستنتاج عن روحوا الشكل نديروا وصف تحليل نحطوا نتيجة بعد قبل ما نربطوا بيناتهم هذا هو مربط الفرس تعنا أن نعلم أن المعقد نجلبوا مكتسبات قبلية بش نقدروا نربطوا علاقة المعقد IRNT متيونين ليس بتنشيط أحمد أمينية لأنه ناتج تنشيط خلاص رف النهاية نربطه بعاملية الترجمة لأنه أنصر ضروري في معقد انطلاق لازم لحدوث عملية الترجمة إن شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة تعالى الموضوع يبقى للجزء الثالث فقط جزء سهل حصيلة تركيبية عن طريق نص علمي ولا فقرة علمية لأنه في الجزء الثالث تعالى الموضوع الثالث تعتمني الثالث لازم نديروا مقدمة وخاتمة تقريبا النص العلمي يكون عليه النقطة ولا نقطة ونصف لحتم نقطتين أقصى تقدير التركيز يكون على الفكرة اشرح كيف يمكنه لمادة البابسيفانتيا أن تفتح آفاقا لعلاج الإصابة البكتيرية يمكن أن تفتح آفاقا لعلاج الإصابة البكتيرية حيث تأثيرها يكون يشبه تأثير مضادات حيوية مضادات حيوية توقف عمية تركيب بروتين عند البكتيريا نعم توقف عمية تركيب بروتين عند البكتيريا هذه المادة ولكنها لا تؤثر على الأنزيمات ولا الأضيات وإنما تؤثر على المواد الناتجة من عمل التنشيط وهي المعقد IRNT ميتيونين تأثير تحراه النوعي على هذا المستوى ما لابنشأس كل مادة تؤثر على كل المعقدات الناتجة من تنشيط كل الأحمض الأمينية ولا فقط ميتيونين المهم بطريقة أو بأخرى هي تسمح بعلاج الإصابة البكتيرية أولا تكلم عن الحالة الطبيعية كما نديره تعبير المورثي عند البكتيريا يكون باستنساق ترجمة وتنشيط أحمض الأمينية باختصار تهضل على الاستنساق وما هو نتيجه تنشيط وما هو نتيجه والترجمة وما هو نتيجها وبعد تركز على هذا العنصر لأنه هو الذي يؤثر عليه مادة بابسيفانتيان التنشيط الميتيونين وتركيب هذا المعقد ضروري للانطلاق في عملية الترجمة بعد رحوا نتكلموا على تأثير البابسيفانتيان وكأنورا نلموا في المعلومات الموجودة في الموضوع هذه الحصيلة التركيبية معناها وش ركبته شونية الفكرة اللي ركبتها التركيب اللي يدرته تحاول تمده على شكل فقرة علمية يؤثر البابسيفانتيان على المعقد آيلانتي ميتيونين مما يؤدي إلى تفكيكه أو تخريبه يكبح ذلك انطلاق عملية الترجمة ويمنع تركيب البروتين لذلك يمكن أن يستعمل هذه المادة كعلاج لتوقيس طاكاتو البكتيريا بذلك مكافحة إصابة البكتيريا أتمنى أن تكونوا استفدتم بما تلقيتم في هذه الحصة خلونا نطلب منكم أنه أي ملاحظة أو أي حاجة ما فهمتوها شو ما خلوها لي في التعليقات كذلك خلونا تعليقات باش تدعموا القناة ونشروها على أوسع النطاق باش تتفادوا كامل تدعمونا وندعموكم من النهاية السنة إن شاء الله شكرا لكم على حصة ومتابعة وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر